و تحلوين على فقرتين معانا فقرة فنية كالعادة احنا بنحب الفن جدا وتفسير الاحلام فاحنا متواصلين معاكم طبعا لاي كومنتات تحبوا تقولوها لينا على صفحة كتاب مفتوح طبعا على الفيسبوك انا متابعكم زي ما انتم متابعاني كويس جدا ومعانا النهاردة في الملف الفني يعني مش عايز اقول موهبة ولكن من خلال برنامج كتاب مفتوح يعني وليها اعمال كتير جدا وليها كمان شركة انتاج فمن خلال فقرتنا النهاردة هنتكلم عن المونولوج وعن الدحك وعن حاجات كتير جدا اعرفكم على طول على ضيفي ضيفي مهند المحروقي اهلا بيك ازايك اغفرك ايه ايه بردان ولا ايه عايزين نفوك شوية لا لا النهاردة احنا في ملفنا الملف الفني عايزين نتكلم عن الفن الفن بانواع ومهرجانات او فن عادي عرفنا الاول بنفسك وعرف مشاهدينا اه اسمي مهند عبدالله ايه شوء المحروقي ده اسمي بالكامل الاسم الشهرة مهند المحروقي مهند المحروقي اه اه تأمين انت خريج اعلام يا مهند اه بخريوس اعلام ازاع تلفزيون اه اه اتخرقت انا دفعة الفين وعشرة اه الفين وعشرة كنت خارج بقى بعد ما تخرجتها طول من اعلام اه اعلام عملت ايه او كان فيه ايه بقى انت متخيله ورسمه انك بعد ما تاخد الباكروس تعمل ايه انا بصراحة كان كل اه كل هدفي انا اصلا من زمان وانا بحب التمثيل جدا على الفكرة تمثيل تمثيل مش مش لغونا خالص اه من وانا صغير نفسي اطلع ممثل اه بدايتي قلت دايما بخش فرق هواية مسرح كتير اوي ايام الدراسة اه واتمرنت كتير اوي عالتمثيل يعني دخلت ورش وكده للتمثيل للتمثيل اه وهل فعلا بقى يعني توغلت في مجال التمثيل ولا ما تواصلتش اوه بوصل حضرتك عشان كان الموضوع مفروش وصايت اوي اه حلو اوه فبتلت انا بالصفر بتلت واحدة واحدة ايه تعرف ان الهاوي فعلا الهاوي يا جماعة وعنده فعلا الموهبة يعني ما بيهتمش بالوسايت ما بيبقاش عايز يعني يوصل بسرعة عاوز يبقى واحدة واحدة طول ما مقتنع بنفسه وشايف نفسه في حتة او منطقة معانة بيحاول يشتغل عليها كتير ويوصل من خلاله تمام تمام الكلام انا شايفة فيك كده بصراحة يا مهند والله انت مقتهد وواحدة واحدة ماشي ستيب باي ستيب يعني ما استعجلتش حاجة عن حاجة لا خالص رغم ان هويتك تمثيل ولكن دخلت في كارير الغنان اه دخلت بقى ازاي اه انا بعد ما اتخرجت من الكلية اه اه اتحقت بشركة احدى شركات الانتاج يعني عشان اه اشتغل اشتغل ممثل اه اه بس لقيت الموضوع اه يعني ايه عاوز صبر وعاوز مجهود اه موضوع طبعا طبعا بيش حاجة سهلة جدا ولازم نعف يا جماعة ان كل حاجة لما تيجي سهلة بتروح سهلة فما نستعجلش وما نسبقش الاحداث خلينا على طول بقى نروح مع مهند انت بتحب الغنى رغم ان انت بتحب الفن اساسا خمسين ولكن غنينا غنيت ايه بقى يعني بطس اقولي حضرك على حكيم في معايا حكيم الصحي حكيم الصحي اه 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 دي اه غنية اه من غنى اللي انا عملتها للاطفال اطفال اطفال اه اه لاقيت ان سكة الاطفال دي الناس المتابعها اكتر وحبّنها حبّنها اكتر فا قلت اللي انا ايه انت قلت وهتغني قولنا بسرعة حاكم الصحية تمام تفضل معك المايك سمعنا نسمع جماعة مهند المحروف الله عليك جوك فعلا جو صوتك كمين والأجواء صوت أطفال خالص برامج أطفال تمام براف عليك يا معند أنا على طول أو ما سمعت أغاني أطفال حاولتها بجد ما حرفتش بصراحة بس فعلا استمرت بقى في الأطفال على طول أه عملت بدأ العمل أكتر من عمل روعة 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 بيطلب من التب طب في معنى إيه سوبرمين برضو شكله أطفال ولا أطفال حاجة للأطفال طب عاديم بقى أطفال نسمع سوبرمين طيب طب عاديم بتاخد نفع شوية براحتك نحب لأ نسمع سوبرمين طيب بس يعني أنا شفت أنت يعني لأ أنت كده ولا تأكد ممكن تمثيل بقى يعني أعطك طبعا المشاهدين هم اللي بيكرروا في الآخر ولكن أنت شايف نفسك فين أنا شايفها في الغنى جدا أنا في المعلانة وغنى الأطفال أنا سمعتها في غنى الأطفال رائع بصي أقولي حضرك على حاجة الفنان الكبير المطر بحمد العيساوي لما شافني أول ما شافني قال لي أنا شايفك شايفك فين كان في لقاء ولا في إيه لا كان في مكتب بيقولي أنا شايفك في جو الكوميديات ممثل كوميديا ممثل كوميديا إنت فعلا أنت بتغني أغني الأطفال إنت بتضحك وخفيف وبتحرك فشكلك أنا بحب الجو داي طب سمعنا سوبرمين بقى على طول بالجو اللي هو الخفيف والدعك نسمع سوبرمين بحجة يعني بقى عايز فعلا جو الأطفال وتحسن فيه نقاء فيه وضوح فيه مصدقية وإنت بتغني طبعا مع الأطفال وأكتر حاجة طفل ولا بيعرف ينفق ولا بيعرف يتدب اللي قلبه على لسانه فدي حاجة جميلة إنت حتى في كلام كله كله يعني فيه فيه شفافية كده فيه فيه صفاء فيه جو أطفال حلو قوي لو جربت غني أغاني تانية ولا أنت صنفت كده نفسك وأنا شايفك في الأطفال رائع يعني عملت حاجة طلبت مني مهرجون شعبي كان في فيلم اسمه المماليك بس الفيلم ده ما ما تعرضش كان بطولة راندا البحير ورامي وحيد ومديحك أعمل مجموعة كبيرة يعني ما حفظ الأرقاب الجامعية طلب مني اللي أنا أعمل أغنية مهرجان درامز هي النظام الدرامزات كنت واقف نايت وكده والطلب مني اللي أنا أعمل حاجة زي كده وعملتها واتزعت قنوات الفضائية والله طيب أنت رقيت نفسك فيها أوزل أطفال الناس الشعبية حبوها أنا جربت أعمل بقى ممكن نشوف كده مهند يا جماعة المحروقي في المهرجانات كانت قولنا كده حتة منها صغيرة بسيح بالوقت أنا عيشت معيك في الأطفال ولا تمام معانا تليفون معانا دودي طب نسمع إيه طب قصة دودي دودي فيلم قصير أنا عمله تعرض يعني في مهرجانات أفليم قصيرة لسه لسه ما تعرضش أنا صورت أغاني العمل على صورة كليب واتزيع ولسه هنخش الفيلم قريب إن شاء الله هنصور بإذن الله طب نسمع دودي ولا ماشي اللي هنغنية دي عادي نشوف شوية تنوكة من دودي للأطفال دي تيتر دي تيتر يعني هنغنية تيتر للفيلم مش هنغنية كاملة نسمع حتة تيتر طيب طب مع دودي ومهند المحر دو دو دي تعب أعصابي عايش دور الولد الصابي بيلا ابني بولس وحرامي ويقلد لي مامي وبابي جتو دودي تعب أعصابي جتو دودي تعب أعصابي وحفدتوا بهي عامل قلبان هنا ويا علتها ويا الجيران وحفدتوا بهي عامل قلبان هنا ويا علتها ويا الجيران وبهي عامل مشاكل مش يتشاكل كل اللي تقابلوا تزعى تاختو شناكل دي بهي وجدها تودي 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 اه 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 انا ساعدت اولا باللقاء معاك اه 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 سعيدة جدا جدا بها وانا شايفك حد رائح في المنطقة دي يعني بجدني يعني بنا يوفقك ان شاء الله طبعا اه احب اشكر كل واحد بوقف بيقف معايا وبسندني اه في المجال اه احب بس اشكر شريف اوشا شريف ده هو مسك لقدارة اعمالي واخويا وحبيبي وصحبي حلو قوي يا جماعة الشكر وحد يعني بيبقى بيقدر الناس اللي وقفت معاياهم بيقدر الناس اللي بتبقى يعني داعمين ليهم وجد انا بشكر كمان مهند بشكر مع مهند شريف الله خليك هو الفترة الاخيرة هو اللي ابتدى يسوق مهند يعني ابتدى يعني يوسع النطاق بتاعي في العمل يعني اه واي حد هو في جنبي انا بصراحة بكنله كامل الاحترام والتقديم يعني من تحد جميل ومحترم وربنا يوفقك وطول ما انت ماشيك كده بالمبادئ الجميلة ديت ربنا هيكرمك ان شاء الله يوفقك الله يكرم من خلال بقى كتاب مفتوح ان شاء الله يعني اول كده حاجة لمهند المحروكي وان شاء الله ربنا يوفقك وتقلق كله واننجاح ليك ان شاء الله ربنا يخليك تحياتي ليكم باشكرك ونورتنا النهار ده تحياتي لكم جماعة وباشكر مهند المحروقي بجد بجد متاعنا النهاردة بجو طفولي بريء نقي جدا أغاني راقية أغاني فيها رسائل لأطفالنا فتحياتي لكم باشكرك وتحياتي لكم وانتظروني في الفقرة التانية متابعين ومشاهدين من خلال برنامج كتاب مفتوح على قناتكم قناة الصحة والجمال فقرتنا التانية أنا حاب أتكلم فيها معاكم شوية حاب أتكلم عن عنوان فقرتنا النهاردة ليه الستات بتسترجل يعني عايز أقول لكم يا جماعة الستات الأنوسة كلها الستات الحنية كلها الستات الطيبة كلها فأنا مش عايزة طبعا حد يدخل من النوع الآخر يقولي أني أنا طبعا إيه بميل وبدافع عن الجنس النعيم ولكن بقول خلونا كده نتكلم يعني نقول ليه إحنا بنسترجل وأسباب الرجولة دي إيه يعني لما نسترجل معناها أن يعني الراجل اللي معينا برضو يعني مش مش مدينا حتتنا مش مدينا منطقتنا علشان طبعا نزبط فيها ونستنا ونزبط فيها طيبتنا عايز أقول بخاطب المرأة بخاطب البنوتة بخاطب الجنس النعيم عموما بقول يعني خلينا يعني نتعامل بطبعتنا خلينا نتعامل بطيبتنا خلينا نتعامل بحنيتنا يعني ما ينفعش أبدا أن إحنا نسترجل نسترجل يعني ولكن برضو أنا بلوم لوم كده على الرجالة حبيبنا أخوتنا بقى اللي هو أخونا وأبونا وجوزنا وخاطبنا يعني بقول لازم تدي البنوتة حقها لازم تدي زوجتك حقها لازم تدي زوجتك حقها في أونستها لازم تديها حقها في طبيعتها اللي ربنا خلقنا بيها ها بنقول الرجال قامون على النساء بس بنقول بما فضل الله بعضهم عن بعض يعني الرجال في حتتهم لازم يبقاومون ولكن إدي برضو الستة حقها إدي المرأة حقها يعني لما أقول الست الست يعني إيه الست يعني الحمية الست يعني أمك الست يعني أبوك سوري الست يعني بنتك يعني أهربتك يعني خاطبتك يعني الستة حاجات كتيرة جدا الستة دي يعني النص التاني النص التاني للحياة الجميلة النص التاني للحياة اللي كلها بهجة الحياة من غير أنثة مش لطيفة الحياة من غير الراجل برد مش لطيفة فتعالوا نتفق مع بعض إن إحنا الاثنين بنكمل بعض الأنثة بتكمل الرجل والرجل بيكمل الأنثة ما ينفعش حياة خالية من الرجل والعكس تماما صحيح ما ينفعش الحياة خالية من الأنثة فتعالوا بقى إيه يعني ثقافتنا الجديدة إحنا متفقين إحنا مع بعض من غير ثقافية يعني ثقافتنا جماعة بنقول فاقد الشيء لا يعطيه يعني لو انت فاقد العطاء دوت لزوجتك او لحبيبتك او لخاطبتك فعمرك ما توصل لها الحنية ديت عمرك ما توصل لها الطيبة والتعامل الطيب عمرها هي ما هتستقبل اي حاجة منك وهي شايفة ان ما فيش منك مثلا الاحساس دوت فاقد الشيء لا يعطيه جماعة نحاول نحاول انت كرجل انا بخاطب برضو الرجل والمرأة كل حواراتي معاكم اعزائي المشاهدين بحب اخاطب الرجل والمرأة ما بخاطبش يعني جهة واحدة زي ما على ده حقوق عليه التزامات العكس تماما صحيح عليها حقوق وعليها التزامات يعني بنقول الرجال قومون عن نساء مش هوكي بس يعني عاملني بقى معاملة حلوة اديني حكتتي يعني اديني مساحتي ان انا برضو ابدع في احساسي وازهره معا بقى ما انا طول ما انا وجد منك الاحساس العالي دوت وثقة بنفسي ونستي وحبك ليا والامان وكل المعاني الجميلة اللي حيبنقولها دي طول ما انا كل ده هنعكس عن البيت هنعكس عن علاقتي معاك هنعكس عن تربيتي لاولادنا يعني كل ده يا جماعة مطلوب جدا 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 من الرجل ومطلوب من المرأة انت اديها حتتها اديها مساحيتها ما تخليهاش مسترجلة ما تخليهاش تقوم بكل الواجبات وانت فين دورك فين والعكس برضو صحيح هو ما يقومش الرجل بكل الواجبات وانت دورك فين فانا يا جماعة بخاطب كل المرأة كل مرأة بقول قومي بواجباتك قومي بدورك ما تقصريش في اي حاجة احنا على فكرة الستة عموما بيقدر تعمل كل حاجة الستة عموما عندها حتة زكاء عالية جدا يمكن عن الرجل شوية ما تزعلش مني ولكن هي قادرة انها تعمل اكتر من حاجة في وقت واحد يمكن انت بتشتغل على نفسك جدا انت خارج البيت انت عارف رايح وظيفة ورجع من الوظيفة فعايز طبعا تريح شوية عايز تنزي طوال مع صحابك فيه اكتر من كده لا فيه يعني انت الداعم المادي بس انا بقول في ودنك وبهمسلك في ودينك بقولك خليك داعم معناوي كمين معناوي للبيت معناوي للولاد معناوي لزوجتك لان لما بتديها انوستها وتحثتها بانوستها فعلا هي مش هتحتاج تتكلم مع حد هي مش هتحتاج تطلع مثلا مش هتطلع اسرار يعني انها هتفضفض مش هتحتاج انها هتفضفض مع حد ولكن لو هتفضفضت يبقى ليها العذر بقى يبقى انت هنا مقصر وليها العذر بس في حدود انا بقولك فاتفضي بس فاتفضي مع مين فاتفضي مع اختك مع امك اكتر من كده لأ حزار يا جماعة انها هنطلع اسرارنا واسرار بيوتنا حتى لو مشاكل نفسية او مادية حزاري انها هنطلعها بره اطار البيت بره اطار البيت يعني لو تلعت بره فعلا يعني ممكن تاخد شكل تاني خالص وممكن تبقى مشكلة كبيرة جدا ولكن انا بقول نسمع يعني قولي لأهلك بس قولي لأمك لو في مثلا في لو اخت مقربة جدا لي كيف اهمسي فودانا وقول لها لو حاجة كبيرة اوية لكن الموادع البسيطة مش لازم طبعا نقولها طول ما انت بتحتوي البيت بتحتوي زوجك طول ما انت بتحتوي زوجك فانت بتحتوي ولادك فيا جماعة الخصوصية مطلوبة جدا 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 الخصوصية في الحدود الخصوصية في المعقول لو الموضوع اوي وانت فيه صداقة يعني انا حبا كمان اقول لكم لازم يكون فيه صداقة بينك وبين زوجك فيه صداقة بينك وبين اولادك طول ما فيه العلاقة طيبة في جدار البيت عموما فهي بتوصل للولاد اوتوماتيك على فكرة لان هما يطلعوا من البيت شايفين ان الام والاب بيتعاملوا كده فهم اوتوماتيك هيتعاملوا كده فانا عايز اقول لكم يا جماعة البنت يعني انوصل البنت هعيدها تاني يعني الحنية والتيبة والاحتواء البنت ما تحاوليش يعني تعملي فيها راجل ما تسترجليش فيها لان انتي مش راجل مهما قلتي انا راجل فانتي مش راجل فيعني استهدك ايه بالله وايه يعني تعاملي بطبعتك تعاملي بانستك وبقولك طول ما انتي صدقة طول ما انتي نقية داخليا فحقيقي حقيقي هيوصل كل ده لزوجك او لحبيبك او لخطيبك بكل سهولة فالنهاردة انا بس بقول ايه الستات اكتر ناس محتاجة لقوامة الراجل يعني الستات استرجلت لغياب وجود الراجل يعني طول ما انت فعلا مش مديها الحتة دي فهي بتسترجل بتحب تقوم بالدورين في وقت واحد انها راجل وست فبالتالي هتأثر في حاجة من الاتنين فبالتالي هيحصل خلل فانا بقول لا كل واحد يعرف دوره ايه ويعمله بكل امانة بكل حب بكل حب يا جميع انا بقول طول ما انت عارف دورك ايه واقين بيه بكل حب مش هتعرف تبص برا مش هتعرف تبص برا لكن طول ما انت بتحب الحب يعني انا اكتر لقاء يا جماعة اتكلمت معاكم فيه بقول لكم انا عن نفسك يا حنان انا بحب الحب نفسه فطول ما انا بحب الحب نفسه هدي حب بغزارة هدي حب في كل حاجة حتى اصحابي هقابلهم بحب وتعامل معاهم بحب حتى يعني انا بتكلم في جدار البيت يعني اللي في البيت يا جماعة هو اللي بتعامل بيه برا البيت يعني لو اي حد قال اي حاجة برا البيت يقولوا انت طالع من بيت مش ومش ومش وبيرص بقى يعني فاحنا بنقول البيت ثم البيت ثم البيت احتوي زوجتك احتوي زوجك احتوي ولادكم تعاملوا بالمصدقية بالشفافية بالطيبة بالحنية يعني انا كلام يا جماعة دوت انا طالع من قلبي واكيد وصل لكم على طول ان انا بتكلم مش كلام برامج ومش كلام لا انا بتكلم لان فعلا من خلال برنامج كتاب مفتوح فاحنا بنحاول نوصل رسالة لكل متابعينا يعني بنقول لكم بكل الحب والمصدقية لمولادكم بكل الحب والشفافية ضموا زوجكم ضموا حبيبكم ضموا يعني مش عارفة قولكم ايه جماعة انا حبة 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 لازم ننضم اسريا لازم نرجع زي زمان فيه واجبة بتلمنا فيه وقت بيلمنا بنقعد مع بعض بنتكلم باستفادة بنقعد نشوف مشاكلنا ايه بنحتوي ولادنا وبيتنا لكن طول ما كل واحد بنخلال طبعا الموبايل والتكنولوجيا اللي احنا بقينا فيها كل واحدة يمسك تليفونه كل واحدة هينشغل بحياته مش هنتقدم ابدا بل هنتأخر هنتأخر اجتماعيا هنتأخر اسريا هنتأخر تواصلا مع بعض وممكن تحصل كوارث كوارث ان الكارثة بتبدأ ان انتي عندك اريدي مشكلة مش عارفة تحكيها المين لاني الحجة اللي بنقولها مامي في الشغل بابي في الشغل اختي مش فاضيالي طب هنحكي المين فبالتالي بتروح تدور على صاحبة ليها بتحكي لها صاحبتها ايا كانت بقى ايا مش بتاعف طبعا تفلتر صاحبتها دي او تقرر وتخيم وتصنف صاحبتها دي مين طبعا بتحكي انها عايزة فتر فنبهمس في ودنك في ودن كل امرأة في ودن كل ستة وقب كمين يا جماعة نسمع لولادنا نحتوي ولادنا نقعد نتكلم مع ولادنا يعني استحالة يكون الوقت كل 24 ساعة احنا مش مش فاضين لولادنا نحاول احنا التكنولوجيا خلتنا بنلاقي وقت الموبايل كل حد ماسك تليفون ممكن يقعد طول اليوم ممكن 8-10 ساعات ماسك الموبايل لكن لما نيجي نقوله بقى اتكلم مع ولادك اتكلم ايه شوف اي مشكلة في البيت بيقولك انا ما عنديش وقت انا مش فاض فلا يا جماعة تعالوا نحتوي نفسنا نحتوي زوجتنا نحتوي ازواجنا برضو بقولك احتوي زوجك علشان ما يبصش برا احتوي زوجك علشان ما يسمعش لحد وينصق بقى في القصص تانية ونسبة الطلاق كمين انا بتكلم فيها نسبة الطلاق زيد جدا ودوة لإيه يعني اكيد كلنا عندنا مواقف مختلفة والردود افعال مختلفة عايز اقول لكم عند الطلاق يعني ونسبة الطلاق كتيرة اوديات انا يعني هكلمكم باستفاوضة بس تعالوا معايا نطلع لفاصل ونرجع نتواصل مع بعض عطور حميد تمساح خبرة طويلة واحتراف يظهر من خلال التبديد المستمر والإبداع اليكم كل ما هو جديد في عالم العطور متوفر لدينا وبأسعار لا تنافس لا توجد حدود للطموحات مع حميد تمساح في التوسيع والانتشار عبر زمان والمكان لانكم متميزون نقدم لكم مركة حميد تمساح حميد تمساح مركة مصرية تنافس العالمية تتميز هذه العطور معا غيرها بتركيبتها الخاصة التي لا تحتوي زيوتا نايترية غير مقررة تعد من افضل الخامات المستخدمة عطور حميد تمساح سباة عطري وفواح للمتعة والرفاهية وجودة لا تقارن وأسعارنا لا تنافس عطورنا تمنحك الثقة مع حميد تمساح لشراء منتجتنا يرجى زيارتنا محل حميد تمساح للعطور على هذا العنوان وارجعنا لكم بعد فاصل صغير وبنتكلم عن ليه ستات منسترجلة عايزة أقول لستات ما تسترجلوش لستات كوني وضحي نصتك أكتر اهتمي بنفسك جدا اشتغل على نفسك خالص يعني لو احنا بقينا في عصر التقدم والتكنولوجيا يعني اللي لسه ما يكملش حتى تعليم بقى يفكر ان هو يكمل تعليمه اللي يوصل لمرحلة بس من التعليم بيحاول يكتر تاني وبيعمل دراسات وبيكمل في مجال التعليم اشتغل على نفسك كويس جدا اهتمي بنفسك كويس جدا وجدا وجدا هتحتوي ولادك هتحتوي بيتك هتحتوي زوجيبك انا بقول حاجة بقول استاتات منفعش انها تبقى راجل وستة في فقط واحد ولكن معنويا تقدر تعمل كل حاجة ستة ذكية جدا 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 يعني تقدر تعمل اكتر من حاجة في وقت واحد الراجل احنا قلنا يعني مثلا بيقى مهتم بعمله بيهتم بداخل البيت يعني ماديا ولكن احنا اللي بنحتوي البيت احنا اللي بنحتوي ولادنا احنا اللي بنحتوي زوجنا يعني يا جماعة برضو التكنولوجيا على قد ما هي ليها ايجابياتها ليها سلبياتها وانا اتكلمت اكتر من مرة عن سلبيات التكنولوجيا انا بقول التكنولوجيا بتاخد وقت مننا كتير التكنولوجيا احنا لو قننا موضوع استخدامنا للتكنولوجيا عمومة مش بكامع الموبايل بس هو الموبايل هو اللي اسهل حاجة واحنا مسكينه طبعا في ايدينا فاسرع حاجة على طول بنفتح الموبايل ونتكلم ممكن يكون الزوج والزوجة قاعدين والولاد كل حد ماسك التليفون على حدا بتكلم او فاتح الفيسبوك بيتصفح حاجة او او الى اخره طب احنا قاعدين مع بعض ازاي قاعدين مع بعض ليه ما احنا قاعدين مع بعض علشان نتكلم علشان نعرض مواضعنا علشان نتناقش فيها علشان لو حدا عنده مشكلة احنا بنحلها مع بعض و بنحتويها لكن هكرر تاني جماعة ما ينفعش انك كبنوتا او كشاب بان هو يحكي لحد برا الا اذا ده يعني نادرا انك بتلاقي صديق 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 الصديق وفيه طبعا اصدقاء بتبقى امينة جدا ولكن احنا نتكلم من الاساس هنقول كل حاجة من البيت نكون لنا نتواصل مع امنا نتواصل مع ابونا مع اخونا مع اي حد ونلم موضوعنا جوا بيتنا لما نطلع برا البيت اكيد بتقال ده متربي صح اكيد بتقال ده في حالة اجتماعية حلوة بيتهم اكيد 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 وكل ده بيبان من تصرفاتنا ومن مواقفنا اللي احنا نتعرض لها كل يوم يمكن كل شوية كمين انا عايز اقول الستات اللي استرجلت دي يعني ما استرجلتش من فراغ استرجلت من غياب الراجل فانا بهمس في اذن الراجل لو سمحت ما تسيبش مراتك كتير لو سمحت اعمل حوار معاها على طول لو سمحت من فضلك سمعها كلام زي ما بتسمعه لصديقتك في الشغل زي ما بتسمعه لأي حد معاك خارج البيت سدقوني يا جماعة انا بتكلم مش كلامي عن مرسل ولكن انا بقول من وقع الحياة اللي احنا عايشينها بقول طول ما انت بتحتوي الانثة فهي بتظهر كل ما عندها بتحب انها تطلع كل ما عندها وليم مش عندها بتحاول تخترعه بتحاول تفتكسه بتحاول تشتغل على نفسها فيه وبتقدمه لك انا بجدب امان انا بتكلم بلسان المرأة ولكن يعني انا مش مش بهاجم الراجل ولكن انا بقول هي دي حقيقة المرأة فعلا الا قليل برضو يعني طبعا انا مش بعمم ولكن فيه ستات طبعا بتضايق الرجلة ولكن انا بقولك لو احتوتها لو ما خلتاش مسترجلة لو اديتها انوستها لو حستستعب حاجات كتيرة جدا هتلاقي حد تاني خالص غير اللي انت متخيله او اللي انت عارفه او اللي انت شايفه يعني ممكن للضغوط مثلا اللي هي فيها طول اليوم مع الولاد مع الدروس مع النادي مع البيت مع الاكل مع 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 الستة كائن غريب الستة يا جماعة كائن متلون متغير متنوع نشيد يعني الستة حاجات كتيرة جدا في حاجة واحدة اسمها الستة الستة انا بقول يمكن الناس اللي بتقول احنا ضد المرأة ضد المرأة في العمل ولكن في حالات يعني انا يمكن عملت مدخلات قد كده في بعض البرامج ولكن انا بقول في حالات لكل حالة لها قعدة لكل حالة لها شوزها انا بقول يعني مش معنى ان اقول الستة ما تشتغلش ولا تشتغلش لا خالص يا حسب ظروف كل حد حسب احتياج كل حد في رجالة مثلا بتبقى مريضة فالستة بتنزل تشتغل في ستات تبقى البيت مش المصاريف بتاعت زوجها مش كافية فبتنزل تضطر انها تشتغل فاحنا بنقول دي مش قادة عامة بس بقول انا النهاردة بتكلم في حتة معينة بعينها انا بتكلم بقول الستة ما تسترجليش من فضلك ما تسترجليش شو في دورك ايه واعملين المطلوب منك ايه اعملين وانت نفس الموضوع للرجل لو سمحت من فضلك اديها مساحتها في الحياة اديها انوستها حسسها بانوستها زي ما تدي وقت وبتخصص وقت للفيسبوك وللتواصل الاجتماعي مع اصدقائك واصحابك في العمل ادي وقت للبيت ادي يعني انا مش عايزة اتكلم واتوغل في الموضوع اكتر ولكن انت طبعا متواصلين معايا وفاهمين هتتكلف ايه بالضبط يعني بقول طول ما انت مالي وقتها مالي عينيها انا مش عايزة اتوغل في الموضوع اكتر من كده طول ما هي هتقدم لك كل حاجة انت عايزة اللي انت متخيله واللي انت مش متخيله ولكن بكل الحب احنا بنحتوي البيت بكل الحب انت بتحتوي زوجتك وانت نفس الموضوع بكل حب انت عارفة دورك ايه واللي عليك ايه وطول ما انت بتقدميه وبالزيادة شويتين تلاتة اربعة خمسة مش هتحتاج لأي حاجة وهتحس ان انت فعلا يعني انت ملكة البيت انت ملكة الاسرة انت فعلا ربة الاسرة عايد اقول لكم يا جماعة ما نسترجلش مش الموضوع ده مدايقني جدا 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 ولكن انا قلتها يمكن من شوية بقول فاقد الشيء لا يعطي يعني طول ما انت فاقد الشيء ده مش هتعرف تدي اللي جواه لكن طول ما انت عينك ملينا واخد الموضوع كله حاسس بثقة خلاص حاسس بثقة واني انا فعلا البيت ده ماينفعش اللابية البيت ده ماينفعش يكون ماشي بالنظام وبالشكل وبالسعادة والبهجة والسرور ده اللابية فدوة يا جماعة مش من فراغ فلو سمحت لو سمحت انت ديها الداعم انت كون ليها الرسم البهجة طول ما هي طول ما انت في ظهرها كده ودائم لها لك انت تخيل هتاخد منها كل الحنية كل الحب كل الصفاء والنقاط عايز اقول كمان حاجة جماعة يعني يمكن حد الهالي على الصفحة بيقولي فيه مسأل اسمه كفي نفسك جوه الاول وبعدين بص برا لأ انا عايزة ااخد بس ان الجملة ديت او المسأل ده يعني كفي نفسك وبعد كده بص برا يعني ده ده اطار اللي انا اتكلمت فيه اللي هو يعني ادي الحنان الاول في البيت ادي الانوسة لحبيبتك اديها الثقة اديها الصلاحيات كلها المتاحة لرسم حياة يعني مليئة بالسعادة والبهجة والأصول كمان يعني بهجة وسعادة وأصول انت تبقى مبسوط جدا جدا وهي تبقى سعيدة قوي ان انت مبسوط انها بتحقق حاجة انت كنت يعني طالبها او انت داعم معاها فيه فطول ما انت داعم لها فهي بأمانة هي تشتغل على الموضوع ده كويس جدا 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 فالمسأل بس وادحكني شوية لان طبعا دا مثل شعب يجي بس هو بسيط ومضحك ولكن يحوي معاني كتير جدا يعني ايه كفي نفسك الأول وبعد كده بص بر دا اللي انا فحوى الموضوع كله اللي انا تكلمت فيه النهاردة يعني طول ما احنا بندعم بيتنا بندعم زوجتنا بندعم أولادنا بالمبادئ والقيم والحب والحنية والنقاء والصفاء والتيبة والاجتماعيات وتواصل الرحم والتواصل الرحم والى اخر كل الجميع يا جماعة طول ما احنا فعلا بنبني اسرة طيبة بنبني بنقوم بنقوم الست ونديها مساحتها فأنا برضو يعني هفضل كل حواري باننا عمالة اهمس في اذنك لو سمحت ما تسترجليش ما تسترجليش خالص يعني انا شفت يعني في ظاهرة غريبة جدا في الايام الاخيرة دي ان الست بقت راجل ان البنت بقت راجل اني بيقولك اه ده دي راجل دي نازلة في وسط الرجالة في راجل لأ الست ست والبنت بنت وليها منطقتها وليها مساحتها وليها حتتها اه انا بقولك وبهمس في اذنك تاني يعني كوني كوني اه لزوجك كوني لحبيبك كوني لبيتك كوني لأسرتك كل الست بكل معنم الطيبة الحنية القنوسة الكاملة عشان ما يخرجش برة عشان ما يخرجش برة عشان ما يتواصلش برة احنا كلنا فاهمين الكلام ده ولكن انا بقولك اشتغل على نفسك شوية بس يعني نفذي بعض الحاجات واللي انا بقولها لك وبجد ان اتواصل مع بعض ومن خلال طبعا البرنامج ساي مفتوح زي ما تعوضنا مع بعض ان احنا بنقول في ودهنا همسات طيبة يعني اتمنى انها تكون رسائل مفيدة و طيبة مش عارف اقول لكم ايه انا سعيدة النهاردة ان انا تواصلت معكم في فكرة يعني بخاطبكم فيها فتحياتي لكم وكل ما هو جديد انتظرونا و حلقة جديدة ان شاء الله وفقة وبتواصلكم معينا اتمنى ان تابتكم تحياتي لكم شكرا